لديك قناة على اليوتيوب خاصة بالفلوغات إذن فأنت تحتاج إلى معدات خاصة ومن أبرزها كاميرا احترافية فما هي أنسب كاميرا لعمل فلوغات ستتوفر على إمكانيات محترمة وبثمن في المتناول لمتابعة تفاصيل تابعني بعد فاصلا قصير إخواني أخوات مرحبا بكم في فيديو جديد والذي سنقدم فيه مراجعة ريعة لكاميرا سوني 5 إذن بما أننا قد أنشأنا قناة الفلوغات فكان من الواجب ومن المحتوم أن نشتري بعض الأدوات التي تساعدنا على تصوير الفيديوهات بجودة عالية وبنصيحة من أحد الأصدقاء فقد نصحني بهذه الكاميرا التي ترونها أمامكم هي سوني A 5000 وهي خاصة بالفلوغات وسنستعرض بعد قليل أهم خصائصها وبعض الأشياء التي تتميز بها وأيضا بعض العيوب التي ربما قد تكون موجودة فيها إلى جانب تقديم بعض الصور يعني المختلفة سواء صور أو الفيديو لكن قبل ذلك نتمنى أن تشتركوا بكتافة في قناتنا وتدعمنا بالاشتراكات المكتبة وبالضغط على زر الإعجاب جرس التنبيه ليصلكم كل جديد إذن نستعرض الآن بسرعة يعني أهم مواصفات هذه الكاميرا التي ترونها أمامكم إذن هذه الكاميرا هي من نوع ميرور لس حجم الكاميرا كما ترونها وحجم صغير يمكن أن تضعها في جيبك لتقوم بالفلوغات يعني بكل حرية وبكل أمرون يعني حجم ليس كبير حجم الصورة 5496 مضروف 3656 عدد يعني ميجا بيكسل ميجا بيكسل هذه الكاميرا يعني تصور بدقة 20.9 يعني 20 ميجا بيكسل تقريبا لديها سنسور من نوع CMOS حجم سيستر APS يعني 23.9 مضروف 15.4 البروزيسور يعني من نوع Beyond X الإيزو يعني يصل من 100 إلى 16 ألف مثبت الصورة يعني تحتوي على مثبت الصورة داخلي أيضا هذا الكاميرا تحتوي على يعني كما قلنا على زوم رقمي مضروف في 2 عدد نقاط فوكس 25 للأسف لا تحتوي على View Finder الشاشة هي متحركة كما ترون الشاشة متحركة يعني يمكن ها ها بالشكل متحركة واحدوا معي بصورة قليلا كما ترون تشاهدوا الآن الصورة لاحظوا معي جمال هاد الكاميرا ويعني الأناقة نعم حجم الشاشة 3 إنش حجم الشاشة 3 إنش يعني هاد الشاشة هنا وجده بين يدينا نوع الشاشة TFT LCD الريزوليشن الشاشة يعني 460 على 800 نقطة الشاشة للأسف لا تدعي من المس المس هذا من باللعيو ولكن ليس عيبا منفذ العدازات Sony A تدعي من الأطفوكس في وضع الليل أوضع التصوير يعني سيلفي يعني ممكن أن تصوير من الأمان يعني ومن الخلف هكذا إلى آخر يعني عملية بالنسبة لفلوغر يصور هكذا جميلة جدا في التصوير كما ترون أوضع الأطفوكس A-F-A A-F-S A-V-S DMF M-F يصور حتى 3.5 صور في الثانية يعني 3.5 صور في الثانية أقصى سرعة للشاتر يعني 4000 يعني في كل ثانية 4000 أقل سرعة للشاتر يعني 30 ثانية هذه الكاميرا تصور الفيديوهات بدقة يعني تصل إلى 1800 بيكسل حتى يعني 60 يعني 60 ترميز الفيديو يعني يعني الصيعة التي يغراج بالفيديو MPA G-Cart و AV-C-H مثل الفيديو MPA و AVA يدعم هذه الكاميرا جميل جدا تدعم الخاصية الويفي الويرلس والتحكم اللاسلكي يعني نربطها بالحاسوب عن طريق الويفي له منفذ HDMI يعني إذا أردنا أن نطلع على Lepore يعني على المنافذ لاحظوا معي هنا المنافذ ستظهر يعني Lepore كان منفذ HDMI Micro HDMI و USB 2 تحتوي أيضا على سماعة و مايك داخليين يعني يعني يلتقط الصورة يعني الصوت ب جودة عالية يعني من بين السلبيات سلبيات هذه الكاميرا أنها لا يوجد بها منفذ للسماعة يعني لا يمكن أن نربطها بسماعة خارجية يعني ولكن الداخلي يعني 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 في الكفاية لا يوجد منفذ للمايك الخارجي من بالميزة أيضا عمق لون الصورة 23.8 بيتس يعني الوزن وزن هذه الكاميرا 129 و60 تون جرام وأما تريد إصدارها يعني فهو في يناير 2014 تبقى هذه الكاميرا كاميرا ممتازة جدا ويعني عملية بالنسبة لي بلوغر أنصحوا بها فهي جيدة يعني و يعني قد جربتها هي جيدة جدا كما تلاحظون كما تلاحظون جيدة جدا يعني فيما يستقبل إن شاء الله سندخل للمينو داخل يعني داخل كاميرا مميزتها يعني بتفصيل في فيديو لاحق إن شاء الله رحمة 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 إذن هذه الكاميرا التي نستعملها في الفلوغ كما ترون عملية بالنسبة ل بالنسبة ل سعرها سعر لاحظوا معي التصو يعني الصورة كيف تظهر يعني رغم أن الإيضاءة غير جيدة سعرها يعني أنا أخذتها من طنجة من أحد الباعة بحوالي 2400 درهم 2400 درهم يعني مناسبة يعني بالمقارنة مع مميزتها فيعني فهي رخيصة الثمن تدعم الفلاش أيضا لاحظوا معي هنا إذا أردنا أن نستعمل هنا الفلاش في الفلاش هنا يعني في الجانب هنا المايك هنا يعني الأوف والوان هنا نسجل من هذا يعني سجل الأفلام والتقاط الصور من السجل الأفلام من هنا والتقاط الصور من هنا هنا يعني المينو يعني هذا معروف بالنسبة الذي هو الصوير هذا المينو يعني هذا الواجهة معروفة هنا هنا لابد أن أردنا أن نرجع هذا إلى مكانها يعني بدون عنف هكذا هذه هي مواصفات هذا الكاميرا سنستعرض لكم في نهاية هذا الفيديو يعني بعض الصور التي التقطناها بهذه الكاميرا وأيضا فيديو قصير جدا لبيان لنبين لكم يعني يعني جودة الصور التي تتمتع بها هذه الكاميرا الجيدة جدا جدا وشكرا موسيقى 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 موسيقى